اليوم بدنا نحكي عن الفلاشات اللي بتنحط فوق الكاميرا او اللي اسمها سبيد لايت بالاخص راح عمل ريفيو عن القودوكس 685 Mark 2 وهي نحكي النسخة الاحترافية من الفلاشات قودوكس او المبين الاحتراف المبتدئ ورح نحكي كمان عن القودوكس TT 520 Mark 2 وهي النسخة للمبتدئين نحكي عنا شكرا ليو كاملا انهم زودوين بهاي الفلاشات وهذا الفيديو برعايتهم خلينا نبلج هلا كلمة سبيد لايت هي تطلق على الفلاشات اللي بتنحط فوق الكاميرا اذا كانت من نوعية كانون او نيكون فالقودوكس مسميين فلاشاتهم اللي بتنحط فوق الكاميرا ثينك لايت وهذا الاشي راح تنتبهوله ياب كل فلاشاتهم اللي بتنحط فوق الكاميرا بس انا راح اختصر بالموضوع احكي اسم فلاش وخلص انتوا صرت فاهمين عن ايش بنحكي طب يلي شو نختار ايش الاحسن هلا انا بالنسبة لي كنت اشتغل على فلاش الكنون تقريبا اربع سنين خمس سنين لكن صراحة فلاشات القودوكس احنا بنحكي تقريبا نفس الجودة وخيارات احسن وسعر اقل هلا نبلش بشغلتين اساسيات بدك تنتبهلهم انت لما تشتري الفلاش ما بيجمعها بالكرتونة بطاريات بدنا ننتبه انه انت بدك تشتري له بطاريات قلم اللي هي الدبل اي تمام فانت بدك تشتري له اربع بطاريات بتحطهم بالفلاش وتشغله هلا من تجربة انا بستخدم بطاريات ايكيا لادا هيك اسمها ساعدتها كثير كبيرة وصراحة قابلة للشحن فبتوفر عليك تكليفة كثير فهذا اول شي بدك تفكر فيه تشتري الفلاش وتشتري بطارياته هلا فيه نسخة من قودوكس اعلى شوي بيجي معها بطاريتها قابلة للشحن كبيرة بس انا استخدمت هذا الاشي لانه بشكل عام ممكن هاد اكثر اشي انت تحتاجه كم صور واتوقع صراحة انه هي انسب لانه اذا انت عندك بطارية واحدة بس للفلاش اذا فذيت خلص ما بتقدر تبدلها بتضطر انك تشحنها وتشهر بطارية ثانية لكن هاي البطاريات اذا فذيت انا جايب عشرين بطاريات تقريبا للحفلات في حالة طارئ يعني اذا فصلوا فخلص اذا فذيوا ببدلهم وبخلي هاد اولاك البطاريات على الشحن والحمد لله عمري من قطعك منهم وتقريبا كل الفلاشات اللي هو الكودوكس الكانون النيكون كلهم بستخدموا البطاريات القلم هاني فانت مكتوب جوا خلص بتفتح فيه هون الموجب السالب وهيك بصير جاهز للاستخدام فانت بتسكر المدخل وخلص هيك الفلاش صار جاهز للاستخدام هون بعطيك اخضر او احمر حسب الفلاش انه جاهز للاستخدام فانا اذا بكبس هون عن كبسة التست الاختبار معناته يشغال كل اجتمع الى بالنسبة لطريق التركيب الفلاش على الكاميرا كل الكاميرات فيها لها مدخل من فوق هيك حديدة يسمى هوت شو هيك اسمه فالهوت شو هو عبارة عن مدقه بالكاميرا حديد بتركب عليها اكسسورات تصوير زي الفلاش زي المايكروفون اضاءة الفيديو شاشة الى اخرين فانت بتجيب الفلاش وبتدخله على الهوت شو وهيك بصير جاهز للاستخدام في اجدعتك بس ايش على الكاميرا ولا على الفلاش خلص مجرد ما شغلت الفلاش والكاميرا هيك الفلاش جاهز للاستخدام فانت بتوخي الصورة خلص بيشتغل الفلاش مباشرة لكن بيظل عليك خطوة بسيطة انه الفلاش ممكن يسحل او يوقع من الهوت شو فلازم انتثبته بزر الامان هلا من كل فلاش بيختلف للثاني فمثلا على هذا الفلاش لازم انا اكبس على هاي الحلقة واشدها لليمين وهيك بيسكر عليها ولفي فلاشات ثانية النظام مختلف عليها فيه هيك دائرة بدك تظل تلفها بين ما يسكر على الهوت شو وهيك بثبت الفلاش بمحله على الكاميرا طب يا ليه شو بنسبة للفلاش انه راسيته بتتحرك لفوق او بتتحرك الالمين او ممكن تلف لورا كيف انا ممكن اصور اشي قدامي والفلاش عم بيضوي براي شو الاستفادة منه هلا حركة الفلاش هاي هي حل لمشكلة فخلينا احنا نفهم شو المشكلة حتى نفهم شو الحل الموضوع بكل بساطة او المشكلة بكل بساطة انه لما الضو يكون كثير قريب من الكاميرا او من العدسة والتضوي على وجه الموديل بيعطي اضاءة غير محببة الوجه من النص بيكون ضاوي الظلال على الوجه بتكون على الداير ظلك بيطلع على الخلفية وهذا نوعا ما غير محبب وغير احترافي وغير هيك لانه الفلاش حجمه كثير صغير فبيعطي اضاءة وظلال حادة جدا على الوجه فواحدة من الحلول البسيطة خصوصا لمصورين الحفلات انه احنا بنقدر نرفع الراسية لفوق لسبب انه بنضرب الضو على السقف فلما نضرب الضو على السقف بيصير مصدر الاضاءة اكبر وبصير انعم هذا اولا وثانيا بتصير الاضاءة من فوق على الموديل وعلى الناس الموجودة بالحفلة فبتصير الاضاءة من فوق والظلال لتحت وهذا اشي جمالي اكثر وباضاءة البرترين نسميها اضاءة الفراشة انه لما تكون ظلال الوجه لتحت وموزعة بالتساوي فهذا سبب انه احنا بنرفع على فوق طب يلوي ليش ما نلفه لليمين الفكرة انه اذا انت بدك تصور بالطول يعني انا اذا بدي امسك الكاميرا بالطول لازم الفه لليمين يعني هذا اشي مش منطقي الموضوع بسيط حبيبي اذا انت عم بتصور بمكان مفتوح ما فيه سقف لكن فيه حيط وراك ممكن تستخدمه لتشتيت مصدر الاضاءة وتكبره فبلف الفلاش وراي يضرب على الحيط وبيصير مصدر الاضاءة كبير والحيط هو اللي بضوي على الموديل فبتصير الاضاءة انعم واجمل للوجه هلا نظام الطاقة بالفلاشات وحدة القياس اللي هي بالارقام جزء من الواحد فمثلا اذا انا بدي اياه يعطيني اقوى اشي بالفلاش بخلي قوتو واحد على واحد يعني فول باور هلا اذا بدي ضاعف قوتو للنص بنزلها بخليها واحد على اثنين نص واحد اربعة الربع والثمن واحد على ستعاش واحد على ثلاثين وهكذا ابينما يضعف اخر اشي بالفلاش اللي هو واحد على متين ستة وخمسين درجة وممكن ما يكون فيه شاشة او ارقام مثلا زي هذا الفلاش تي تي خمسمية وعشرين موجود فيه درجات انه كل درجة اقوى الضعف من الدرجة اللي قبلها وهذا النظام بالاضاعة وبالتصوير منسميه نظام الوقفات ووقفات الضوئية وهذا النظام مهم جدا انه كمصورين لما نستخدمه لانه بيساعدنا كثير باعددات الكاميرا بحساب المسافة فرق الاضاعة على المدن وهكذا لانه النظام المية بالمية او خمس سبعين بالمية او ستين بالمية هذا ما بفيدنا كثير كمصورين وان شاء الله راح يكون فيه شرح متقدم عن موضوع الوقفات الضوئية لانه كل مصور لازم يفهم هذا الموضوع مية بالمية ويتقن طب يليو على الفلاش انا بشوف ارقام ملي متر متين ملي متر خمسين ملي متر ولما اغير الرقم باسمع صوت هاي اسمع الصوت غريبة كثير راح يكون الفكرة انه هذا الصوت عبارة عن ماتور بيحرك اللمبة لجوه والاضاعة لجوه ويقربها ببعد عن هاي العدسة اللي بتركز الضوء على مسافات بعيدة فمثلا اذا بدأ اصور ايش كثير بعيد بعطيه امر انه يخلي الزوم لمسافات كثير بعيدة فبطلع الضوء مركز كثير بس ضيق هلا اذا بدأ اصور صورة جمعية وبدأ اخلي الاضاعة تكون واسعة بغير الزوم مثلا بخليه خمسين ملي او خمس ثلاثين ملي فهيك بعطيني زاوية واسعة اصور فيها هلا عادة عادة الفلاشات الاحترافية حسب الزوم عندك على عدسة لحاله بتغير زوم الفلاش بتقدر تشغل هاي الخاصية فمثلا انا بقدر اعمل زوم هون ويتوصل الكاميرا تحكي للفلاش انه انا عم بصور على عدسة زوم يعني بدأ اصور ايش كثير بعيد فاغير للزوم تاع الفلاش بس هالخاصية مشكل الفلاشات موجودة وصراحة بتفيد للشغل نوعا ما هيك تقريبا شرحنا بشكل عام الخصائص الاساسية لأي سبيد لايت انت ممكن تشتريه هلا بتشرح عن خصائص احترافية موجودة بالسبيد لايت اللي بكون سعره اعلى شوي نبلش بأول خاصية اللي اسمها اي تي تي ال او مرات بتكون تي تي ال بس هاي الثلاث احرف هاي الخاصية المقصود فيها انه الفلاش بحدد كمية الاضاءة اللي طالع منه اوتوماتيك حسب المشهد هلا هاي الخاصية حل المشكلة فخلينا نشوف ايش هي المشكلة بالفلاشات العادية لما تيجي انت تصور انت بتحدد قوة الفلاش زي ما انت بدك فانت بتقول له بدي مثلا خمسين بالمئة من قوتك تشتغل فبتيجي بتاخذ الصورة بس تكبس بيعطي اضاءة خمسين بالمئة بس وين المشكلة هاي الخمسين بالمئة ممكن تكون الاضاءة كثير على المشهد او كثير قليل فهانه مشكلة انت سوفت بدك تشوف الصورة بعدها تزبط اضاءة الفلاش بعدها ترجع تاخذها اذا كنت بحفلة محدش راح يستناك راح تصور كلها عن حرقتها كلها خربت فهلا خاصية ال-ETTL هي حل هاي المشكلة اللي هو بكل بساطة انه الفلاش وضعه اوتوماتيك هو لحاله بحدد كمية الاضاءة اللي طالع منه وهاي الخاصية حقها مصارفه مشان هيك بتلاقي الفلاشات اللي فيها ETTL دائما سعرها اغلى من الفلاشات اللي ما فيها ETTL ونحكي عن خاصية ثانية شرحت عنها في فيديو سابق على التيك توك اللي هي منسميها High Speed Sync وهي كمان حلة مشكلة انه انت لما تيجي تصور على شتر سريع مثلا واحد على ثلاثمية واحد على اربعمية وتستخدم الفلاش نص الصورة من تحت راح يصفي اسود فانت اذا بدك تصور على الشتر سريع وبدك تستخدم اضاءة الفلاش او ال-Speed Light راح تحتاج تفاعل عليه خاصية ال-HSS او High Speed Sync وهيك انت بتقدر تصور على الشتر سريع وبنفس الوقت تستخدم الفلاش وتطلع الصورة صحيحة مية بالمية واخر خاصية بدنا نتابع لها اللي هي ال-Wireless Transmission او الاتصال اللاسلكي اللي هو اذا انت بدك تستخدم الفلاش وما يكون على الكاميرا بهاي الحالة مسميه Off Camera Flash فانت بدك تحطه على ستاند على مكان ثاني مثلا بدك تصور بورتري او بدك تصور طعام الاخره فبتحطه بعيد عن الكاميرا هلا بيصفي عنه مشكلة صغيرة انه لازم الكاميرا تتواصل مع الفلاش مشان يضرب بنفس اللحظة اللي منصور فيها بس المشكلة هون ان الكاميرا ما بتقدر تطلع اشارة ما فيها جهاز ارسال فانت بتحتاج تشتري جهاز ارسال بها الحالة مسميه Trigger وتركبه على الكاميرا وهذا جهاز منفصل انت بدك تشتريه وتركبه على الكاميرا وثبته وتشبكه على الفلاش شان لما تيجي تصور الكاميرا تعطي اشارة للتريجر انه ابعث لي للفلاش انه يضرب بنفس اللحظة فهلا لما اجي اخذ الصورة بضرب الفلاش بنفس الوقت وحتى لو كان في اكثر من الفلاش بنقدر نشبكهم على نفس التريجر بس بنا ننتبه انه مرات الفلاشات ما فيها هاي الخاصية فانت بتضطر تجيب قطعة ثانية اللي هي جهاز استقبال تركبه على الفلاش هلا اللي انا حابه من قودوكس انه فلاشه من TT520 بيجي فيه تريجر بالكارتونة تاعته منه فيه يعني بتوفره حلق حق التريجر هو بسيط جدا مش زي هذا التريجر الاحترافي راح نشرح عنهم بفيديو لاحق يعني مثلا هذا بقدر اتحكم فيه باكثر من الفلاش شاشته بتضوي بتحكم بقوته ملاخيري هذا بس فيه كبسة بس فكرته بسيطة جدا انه انا بس بدي استخدم اف كاميرا فلاش ده ثبت التريجر على الكاميرا وبحط الفلاش على ستاند او بثبته باي مكان مثلا ده ثبته هون بعديها بستخدم هذا التريجر وخلص باجي بصور بصفت انه اذا بده اعدل عقوته لانه ما فيو TTL وما بقدر اتحكم بقوته من التريجر لازم اروح انا نفس الفلاش و اقول له انا بدي اياك اقوى بدرجتين بثلاث درجات وارجع اصور فاتوقع فرق التكلفة وهو انا بتصفي انه انت شو محتاج انت محتاج تريجر احترافي طبعا لانه هذا التكلفته عالي كمان بدك تشتريه لحاله بدك بس اشي تتدرب عليك بدايك مصور مبتدئك مصور منتجات مصور طعام ولا لا بدك اشي للحفلات وبنفس الوقت لتصوير البورتري والطعام فخلينا اعطيك الملخص اذا انت حاب تصور حفلات انت محتاج فلاش فيو ال ETTL ضروري جدا لانه من دونه رح تعجب بالحفلة رح توخص صورة تطلع عضايتها زيادة او قليلة ورح تخرب عليك كثير فمن هسه بدك تصور حفلات بدك فلاش فيو خاصية ال ETTL اذا ما بدك تصور حفلات وبدك تصور طعام او منتجات هذا رهيب جدا الفلاش اللي هو TT520 Mark II وبيجي لتريجر معاه في كرتونتو جاهز فتيك وفرته حالك كثير وبتقدر تشتري فلاشين تتدرب عليهم بس بنصحك انه كمان تشتري معاه ستاند لانه بدك تركب الفلاش على ستاند وأمبريلا لانه الضولة حاله ما بيكفي فهذا الأوفر موجود اصلا عند يوكام يوكام عندهم اللي هو TT520 مع التريجر مع ستاند مع أمبريلا مع قطعة بتوصل الستاند بالأمبريلا اللي هي منسميها أدابتر هذا كل الأوفر موجود عندهم وفيه خصم خاص للطلابي أظن تكلفته 75 دينار 80 دينار اللي هو هذا الأوفر كامل غير الخصم بتاع الطلابي تمام؟ أتمنى أكون أفتكوا حبابي صراحة أخذ مني وقت كثير اللي جهزت له والفيديو قدي له اللي تقريبا 45 دقيقة بصور لانه بيظلي مر الشاحنات بس هيكا حاولت قدر الإمكانة جاوب أسئلتكو إيش انت بتحتاج للفلاش الزوم؟ ليش منرفعه؟ كيف ممكن نوصلهم عن بعد؟ في ضل إشي ممكن أحكى عنه؟ أنه ممكن توصل أكثر من فناشا على نفس التريجر وبس هاي هي أتمنى أكون أفتكوا حبابي إذا عندكم أي أسئلة أو استفسرات أو أمعدات غريبة حابين نعمل عنها ريفيو تقدروا تبعثولي على الانستغرام أو الفيسبوك اتذكروا دائما أن كل شخص فيكم مبدأ حبابي لكن بطريقته الخاصة مع السلامة